ازيوك يا شباب هطلب منكو طلب او بدخل في الشرحة او اي تفاصيل اه طبعا يعني هطلب منكو طلب والطلب ده ياريت تنفزوه اول مرة اطلبه منكو فانا كنت اعيز الطلب ده يعني ياريت تنفزوه عشان لو انتو بتحبوني كمان اه طبعا يا شباب انا قدامي تلات كنوات دلوقتي عايزكم تدعموهم وتوصلوهم اكبر عدد مشتركين طبعا اول كنوات معنا وهي ماجيك ماجيك اللي هي قناة عبدالرحمن طبعا عبدالرحمن بيقدم باتشاة لبيس عشرين موبايل وحاجات جميلة جدا وحاجات يعني فيديوهات جميلة جدا وهتعجبك وحاجات هتعجبك جدا لو انت من محبي بيس عشرين موبايل والالعاب الموبايل يعني والحاجات دي وكمان يعني اللي هي تحميل جاتا والحاجات الحلوة دي اه طبعا القناة دلوقتي فيها بتاع ميتين تمانية وتمانين مشترك يعني انا عايز توصلوها بتاع يعني الف ومشترك. خمسموت مشترك يا ريت يعني تواصلوع يعني اقل حاجة يعني فوق خمسمة مشترك. يعني لو وصلته حتى الف مشترك. هيبقى شكرا لكم جدا جدا جدا. واي كانواء عايزة الدعم تكتب لي تحت وانا هدعمها بس يا ريت يا شباب. يا ريت جدا جدا جدا. تدعموه لو انتوا بتحبوني حتى. لو انتو بتحبوني ادعموه. ماشي. ونضخل على تاني اقناها معنا ويها تيك نوفاور. طبعا تيك نوفاور اي نعم يعني عندهم وشاركين اكتر مني بس الايام دي اللي هو يعني الدعم نازل عنده يعني مشاهدات نازلة وكده فهو طلب مني اللي انا ادعمه كده فطبعا تيكنا باور يعني حبيبي جدا فعايزكو تدعموه كده والمشاهدات تزيد عنده وكده فأنا عايزكو تدعموها الشباب والمشاهدات تزيد عنده وكده وثالث قناة معنا الشباب وهي لورد جيمز اللي هي قناة عبدو فالقناة دي بتقدم كريديف دستوركشن والحاجات دي كده يعني كلات وحاجات محترفة ويعني الترى بتحبها علعاب البتل رويل والحاجات دي فهاتي اعجابك قناة دي جدا هو بينزل فيديوهات بس كم يوم دول كده يعني اي نعم مسحود في المذاكرة وكده فبازن الله يعني لما يعني الايام دي تخلص فهي ينزل كل يوم فيديوهات ليه وعلى فكرة هو محترف ويعني لابه محترف جدا ويعجبك لابه فالثلاث قناة دولة انا عايزكو تدعموه هسيب لك رابط القناة دي اه في اول تعليق تحت وكمان في الاسكريبشن تدعموه وما تسنساش في او في اخر فيديو وهم بنزلونه تقولولهم في التعليق تحت انتو جايين من طرف قناة تيم دجا ويلا نتوكل على الشرح يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب وحشتوني جدا 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 النهار دي شباب شرح جديد وهو عبارة عن من عبدات تيم دجا للزار الخامس من عبدات بتاعي من صنعي طبعا من عبدات يا شباب جميل جدا 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 ويعارفيني اللي انا بعمل حاجة بعملها نظيفة جدا وحلوة جدا جدا جدا. ياريت شباب قبل ما اقول اي حاجة ياريت تعمل لايك للفيديو وتشتري في القناة وتفعل الزجراز عشان يوصل لك كل فيديو جديد عشان نوصل اربعة تلافة اسرع وقته. وطبع يا شباب سيب لك رابط بتاعي القناة تحت ياريت تعمل فيه لايك وتنضم للجروب عشان لو حصل لك اي مشكلة تنزل بوست وانا هرد عليك في اسرع وقت. يلا نبدأ اشرحنا يا شباب. طبعا يا شباب ممكن ما لكوش كل المميزات عشان مميزات كتير جدا 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 جدا. فلو انت عيس تعرف كل المميزات هتدخل على موضوع التحميل وهتلاقي المميزات مكتوبة كلها طبعا يا شباب وتقدر تشوفها في الميناء ابدات لما تيجي تنزله. اول حاجة هتلاقي القوائم بالواجهة اللي انت شايفينها دي كده لو دخلنا انلاقي القوائم متحولة بلون بنفسك جدا وجميل ويجيبك جدا جدا الصراحة يعني زي ما انت شايفين قدامكو شكل قوائم يعني حاجة فوق الخيال وحاجة روعا جدا جدا زي ما انت شايفين قدامك يا شباب يعني لو جدوا وبصنا مسلا على المسطر الليج انا نلاقي المسطر الليج يا شباب يعني بقى بشكل تاني نهائيا هنروح للمسطر الليج دلوقتي كده ونلاقي الماستر ليجا نلاقيه متحول بشكل جميل جدا وبلون بنفسه ويجبك جدا الصراحة يعني فننتظر لغاية لما يتقل لنا كده على الماستر ليجا نلاقي الزمان تشايفين الماستر ليجا بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده يا شباب ماشي كده شابه يكون نورناكو اللي هو القوائم يلا نركو بقية المميزات يا شباب وهي الميزة اللي بعدها شابه هو نلاقي اخر الانتقالات يعني نلاقي حاكيم زياش في تشيلسي وهنلاقي برونو في نادي منشستر اونايتد وهنلاقي ايدر هالندي في نادي بروسيا دورتمونتو ده يعني شباب كل الانتقالات بالانتقالات اللي في الدور المصر هنلاقيها العام 2020 مش محتاجين نتكلم عنها خالص 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 حتى اللاعبين الناشئين اللي زي احمد عيد هنلاقيه في نادي الزمالك بالوغة دي كده يا شباب وطبعا يعني حدثنا اكتر من ربعمائة اوجه يعني اكتر من ربعمائة لاعب بتحدث لي اوجه سواء لعبة الدور المصري او لعبة اجنبية طبعا زي مسلا لو جينا مسلا على وجه برونو احنا شفنا اصلا فلو جينا مسلا بصينا على وجه كريستيانو رونالدو هنلاقيه متحدث لعام 2020 زي ما انتم شايفين قدامكم بالوغة دي كده بشكل جميل جدا وكزلك لو روحنا على بولو دي بالا هنلاقي وجه متحدث لعام 2020 ولو جينا وبصينا على وجه اريكسن هنلاقي وجه اريكسن لعام 2020 بالشكل احنا هنشوف دلوقتي ده كده زي ما انتم شايفين الواجه اريكسن بالوغة دي كده يعني الواجه ده جميل جدا وواقيعي الصراحة يعني ولو رجعنا بصينا مسلا على نيمار هنلاقي نيمار مسلا وجه متحدث لعام 2020 فين الدور الفرنسي هي اهوا لو بصينا علي نيمار هنلاقي وجه نيمار متحدث لعام 2020 زي ما انتم شايفين قدامكم انلاقي وجه نيمار متحدث لعام 2020 ماشي يا شباب كده تمام كده تمام ايه كمان نتأكد يا شباب من اوجه اه الدوري المصري انا نلاقي يعني لعبة الدوري المصري كلها مش اللاعبها كلها يعني يعني مسلا زي اوجه لاعبة الزمالك مسلا uh واهلي هنلاقي الاوجه بتاعتهم متعدلة كلها يعني ما فيش لعب مش اوجه بتاعتهم متعدلة لا كلهم الاوجه بتاعتهم متعدلة زي طبعا شريف اكرامي وسعد سمير هنلاقي الوجه بتاعتهم متحدث وصالح الجمعة وطبعا علي معلول وطبعا علي لطفي وطبعا عمر الصليا وطبعا يعني حسام عشور ورمضان صبح وقصدي رمضان صبح هو واش لو نوزلنا بتاعت بالشكل الى كده الجو باتش هنلاقي الوجه بتاعتهم محدث طبعا يعني انا حاولت احدث الطاقة بتاعته بس ما ينفعش عشان اا لو حدست الطاقة بتاعته الوجه هان رح نائيا فقربة بالواجه بتاعتهم محدث ومجدي افشن لاقي الوجه بتاعه وطبعا الواجه بتاعتهم محدث وطبعا زي ما انتش شايفين محسن او مروان محسن وريومي ربيعة بالشكل انتش شايفين ده كده وكل اللعبه حتى ج يونير أجرى هنلاقي الواجه بتاعه محدس وWill and Sulaiman هنلاقي الواجه بتاعه محدس زي ما انتشايفين قدامكو باهıldا الواجهة دي كده لو fyنا اللعبية للزمالك مسلا زي جنش هنلاقي الواجه بتاعه واقعي جدا جدا زي ما انتشايفين قدامكو المحدث وهو عبدالغاني وعبدالعزيز زي ما انتشايفين قدامكو وجميع اللعبة مسلا ن���قلكوا اشعر اللعبية في الزمالك زي مصطفى فاتحي الله الجي بتاعه محدس وطارق حامد بالواجهة دي كده وطبعا اه ابراهيم اللي هو يوسف اوباما يعني هنلاقي الواجهة بتاعه محدس وابو جبل هنلاقي الواجهة بتاعه محدس بالواجهة اللي انتشار فينا دي كده ومحمد الوينش هنلاقي الواجهة بتاعه محدس وطبعا محمد عنطر هنلاقي الواجهة بتاعه محدس وكل اللعيبة مفيش لعيه مش الواجهة بتاعه محدس حتى زيزو هنلاقي الواجهة بتاعه وطبعا لو جينا وبصنا على شيكابالا هنلاقي الواجهة وفرجاني ساسي وطبعا يعني زي ما انتم شايفين كل الاوجه محدثة لو جينا على بن شاركي نلاقي بنت شاركي الواجه بتاعه محدث العام الفين وانشرين زي ما انتم شايفين قدامكم وكذلك اه اه ونجمة نلاقي الواجه بتاعه محدث العام الفين وانشرين ماشي كده تمام كده تمام وطبع يا شباب يعني اضفنا اكتر من آآ ليه تلتمية لاعب يعني زي ما وارOK ابرز اللعبة اللعبة كلها طبعا اكتر من ثلاثمات لعب بس هنوريكو اشهر اللعبة زي زي ما انتم شايفين اللي هو والواشم بتائه على كزيت اه لو رحنا على المصغر اğanلاقي الواشم بتاع كازيت زي ما انتم شايفينه كدامكو بالوجه دي كده بالشكل لانتم شايفينه ده كده. ولو رحنا على دني كاريوز عنلاقي ايه الوجه بتاع اللي هو اسمه ده الواشم بتاعه او زي ما انتم شايفينه قدامكو. طبعا الملابس مش متقطع ولا اي حاجة وكله تمام التمام. لو رحنا مسلا برضو على مسلا يعني على نيمار هنروح على نيمار مسلا يعني مسلا نروح على نيمار اه في النيمار في النيمار نيمار نيمار. هنروح على نيمار هنلاقي اه الواشمة بتاع نيمار فين في النيمار. هنلاقي النيمار بالواشمة بتاعه كامل زي ما انت شايفين ممامين. فعش نروح على منزر بس هنلاقي الواشمة بتاع نيمار محدس لعام الفين وعشرين وكذلك ليونيل ميسي لو جينا وبصينا على ليونيل ميسي طبعا يعني لعيبة كتير جدا جدا بس انا بوريكم اشهر اللعيبة عشان تتأكدوا ان هو الواشمي موجود زي ما انت شايفين قدامكم بالوجه اللي احنا هنشوفها دي كده هنلاقي الواشمي في ايلو الشمال زي ما انت شايفين قدامكم دي كده ماشي وطبعا يا شباب يعني حدسنا اكتر من اه من ربعمائة اوجه لجميع اللعيبة سواء الدور المصري او سواء اللعيبة الاجنبية طبعا وهي كمان اللعيبة الصغيرة ولو جينا وبصينا مسلا على البطولات زي مسلا دور عبطال افريقيا او دور عبطال افريقيا اي نعم ايوان فنروح هنلاقي اللي هو الخلفية محدثة وكل حاجة محدثة في اللي هو اسمه ايدا دور عبطال افريقيا وكذلك دور عبطال اوروبا دور عبطال اوروبا هنلاقي كل حاجة محدثة في حتى السكور بوردا نلاقي محدث لعام الفين وعشرين هنشوف دلوقتي هنلاقي اي هو دور عبطال اروبا محدث لعام الفين وعشرين زي ما انت شايفين قدامكم حاجة جميلة جدا 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 وحاجة هتعجبكم حاجة روعة والصراحة هتعجبكم حاجة نظيفة جدا وطبعا لو في مشاكل واجدتكم في الميني ابدت فهت يعني نزل بس بوسط كده او قول لي تحت في التعليقات في مشكلة وانا هنلاقي في التحديث الاول للميني ابدت فانا نخش كده هنلاقي طبعا جميع الفهرة سواء صغيرة او كبيرة او دور مصري هنلاقي حتى المينيفيز بتاعتهم متحدثة لعام الفين وعشرين مسلا هندخل بالشكل انت شايفون ده كده على مانشستر سيتي او ليفربول مسلا فنلاقي طبعا المينيفيز معدلة لكل اللعبة حتى لو بصينا على انس وفاتي هنلاقي للواجه المينيفيز بتاعتهم وليونيل ميسي وكريستيان ورونالدو وحتى بريس وايت هنلاقي وجريزمان زي ما انت شايفين لو جينا على جريزمان هنلاقي المينيفيز وحتى لو بصينا على اليمين هنلاقي المينيفيز بتاعت ريفربول كاملة محدثة لعام الفين وعشرين لو جينا وبصينا مسلا على مينيفيز انتر ميلان مسلا ومينيفيز مسلا يعني بروسيا دورتموند لو بصينا وبصينا بالشكل احنا شايفينه ده كده هنلاقي المينيفيز بتاعتهم معدلة لعام الفين وعشرين ومحدثة باللغة اللي انت شايفينها دي كده حتى لو بصينا على الاكسيس هنلاقي المينيفيز معدلة. والمينيفيز بتاعة اريكسن زي ما انت شايفينه قدامكم محدثة لعام الفين وعشرين. يعني انا عمل لكم حاجة خيال وحاجة جميلة جدا جدا وجرافيك وكل حاجة. وكزلك برضو يعني لو جينا وبصينا على الارضيات هتلاقي صور قدامكم دولتي ارضيات. هنلاقي تلات ارضيات بالشكل انتو شايفينه دي كده. بتقدر تختار الارضيات اللي تعجبك. وكزلك برضو لو جينا وبصينا على الوجه اللي انتو شايفينه كده هنلاقي شماريخ لو انت عايز تديفه او تلغيه اللي انت شايفه ده وانت بتحب الشماريخ وكده ماشي. اه طبعا وجينا بليه يعني صعب جدا وحاجة جميلة جدا. هنشوف كل ده دلوقتي حاليا. اه مسلا يا شباب هنيجي دلوقتي على اه مينيفيز الاهلي والزملك مسلا انا وراه لكم عشان. مينيفيز الاهلي والزملك هنلاقيها بالشكل انتو شايفينه ده كده محدثة لعام الفين وعشرين بالشكل انتو شايفينه ده كده اللي هي محدثة وما فياش اي مشاكل نهائي حتى. ودخلنا عن مباراة الشباب زي ما انتو شايفينه قدامكم كده. طبعا يا شباب يعني اه طبعا ضيفتي بالوة زي اه طبعا الليجو بتاعي الفرق وطبعا على الجمهور بتاعي يعني كل ملعب بتاعه كل فريق هتلاقي الجمهور بنفس يعني مسلا منشي السيروناتي زي ما انتو شايفين الملعب بتاعه من دلوقتي هتلاقي الجمهور عليه الليجو بتاعه وكده وكل فرق كده هيعني سواء فرقة صغيرة كبيرة اي فرق اللي بالشكل انت شايفين ده كده وطبعا ضفت يعني باك كور وزبطتك الصراحة يعني وضفتلكو حاجات جمدة جدا جدا الصراحة يعني وزيما انت شايفين الجمهور بشكل روعة جدا وحولت الشباك لباس عشرين زيما انت شايفين قدامكم وباك كور كامل يعني الكور بتاعة البطلات او كور حتى اللي هو الباس عشرين وحاجات جميلة جدا 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 ندخل ملعب تاني كده ونشوف الا جهاز من جوه عاملة زيوержين بدي طبعا قبل ما نخش يعني ازاو انت شايفين الجمهور كده بين اطلر هنلاقي الجمهور بالشكل شايفينه كده هنلاقيه طبعا يعني شكاله روعة بالشكل ده كده تعالى ندخل المباراة تانية ونوريكم من جوه شكل الجمهور عامل زيوeda شايفين دخلنا الشباب بالشكل انت شايفينه ده كده حتى مراكز يعطلت يا شباب كل حجة عطلت الطاقات المراكز الاسامي الاطوال الاعمار كل حاجة تعدلت يا شباب وبقت تمام التمام وطبع يا شباب يعني حدست اللجوهات اللي هي بتبقى على يمين الفريق زي ما انت شايفين يوفنتوز دلوقتي او انتر ميلان ألاقي اللجو بتاع اللي هو الدوري الايطالي محدث على التيشرت بالواجهة اللي انتوا شايفينها دي كده يا شباب كل حاجة محدثة وكل حاجة تمام بالشكل احنا شايفينه كده طبعا انا هدوس كده ويا شباب زي ما شايفينه قدامكم وكل حاجة محدثة مية في المية زي ما هو ما تغيرش يعني ما بقاش زي بيس عيشين مثلا او اي حاجة وكله بقى تمام التمام كده يا شبابي يكون ورناكو بعد مميزات الميناء افديت يالون اخترت تحميل الميناء افديت ويتركيبه على لعبة بيس الفين وسبعة واشترا وبعد ما شفنا مميزات الميناء افديت يا شبابي يلا انو ركو تريد تحميله وتركيبه على لعبة بيس الفين وسبعة واشر طبعا هنسيب لكم رابط الموضوع ده تحت في الاسكريبشن انت ضغط عليه هيجيب لك الموضوع بالواجهة دي كده هتنزل تحت دي مميزات الميناء افديت طبعا بالشكل انت شايفين ده كده طبعا يا شبابي اقراء كلها عشان لو في حاجة انا ما قلتاش ماشي هنزل تحت دي سور من داخل الميناء افديت بالواجهة دي كده بالشكل انت شايفين وده كده طبعا ننزل تحت الميناء افديت متوافق مع اصدار السادس والتحديس الاول يعني لو انت عندك الاصدار السادس وما نزلتش التحديس الاول الميناء افديت مش هيشتغل لازم الاصدار السادس بالتحديس الاول ماشي لازم يكون التحديس الاول مع الاصدار السادس ماشي ومتوافق مع اصدار السادس ماشي تنزل تحت بالشكل ده كده يا شباب حجم الميني عبديت واحد جيجا وخمسمية ميجا بايت. اه طبعا الفيكس يا شباب لازم بتحمله مهم جدا بيصلح الاخطاء اللي في الميني عبديت. اه طبعا الفيكس ده يا شباب حجمه بتاع اتنين ميجا بايت لباتش بروفيشنال وفيه فيكس تاني وهو الفيكس ده اللي هو بيحل مشاكل الميني عبديت ومعاه برضو ملف الكونامي اللي هو ملف اخر للانتقال وقتماشي. اه الفيكس بتاع باتش نيكس سيزون حجمه بتاع تمانية وعشرين ميجا بايت. اه طبعا يا شباب اول حاجة لازم تحمل الميني عبديت. اه عشان تحمله هتدوس اضغط هنا بالشكل انت شايفو ده كده. بعد كده يبدأ هنا ينقلك على موقع تخط روابط هننتظر لما يجيب لنا الموقع. طبعا جاب لك الموقع بالواجه دي كده هتضغط على الروبوت بالشكل انت شايفو ده كده. يبدأ هنا يجيب لك طبعا علامة صح بالواجهة اللي احنا نشوفها دلوقتي دي كده. طبعا جاب لنا علامة صح هندوس على ارسال بالواجهة دي كده هنقفل الصفحة دي الاعلانية. وهندوس على ارسال بعد كده هننتظر لغاية لما يجيب لنا كلمة سكيب اد. هندغط على كلمة سكيب اد مرة واحدة وبعد كده هننتظر هنلاقيه طبعا جاب لنا موقع التحميل هو فايل ابلود. طبعا ندوس على التحميل مجاني بعد كده هندوس على التحميل مجاني تاني. طبعا لو اه بالشكل اللي احنا هنشوفه بدل كلمة تحميل مجاني بعد ما تضغط على كلمة تحميل مجاني او ابدأ هنا يجيب لك بالشكل ده كده صفحات اعلانية هتقفلها وهتلاقي طبعا بتاع تلاتين ثانية يعدوا معاك هنستنى وقت لما السوان اللي بتعدي معنا دي بتخلص ونرجع لكو تاني خلص معنا هندوس على انشاء رابط تحميل هنقفل الصفحة دي واندوس تاني بالشكل انتم شايفوا ده كده ابدأ هنا يجيب لنا كلمة اضغط هنا للتحميل طبعا يعني مش مهم لو عندك общем مش مهم اما هي تقضي على الخيارات اللي اقول لك عليها دي عشان يحمل معاك سواء او عربي ماشي هندوس على آآ يضغط هنا للتحميل بعد كده هيبدأ هنا يجيب لنا يا شباب طبعا واجه التحميل المني ابدأ هندوس على بدء التحميل ويبدأ يحمل المني ابدأ معاك بدون اي مشاكل ماشي كده يشباب كده خلاص صارت تحميل المنى ابدأ نيجي بقى الفيكس الفيكس اللي هو ال باتشبرو فشنا. لو انت عندك باتشبرو فحمل الفكس. لو انت عندك نيكست السيزون هتحمل الفكس ده. طبعا الفكس اللي هو بتاع باتشبرو فشنا. هذا الفكس الاواتف اللي ترفع علي طبعا heavily اسمهRE الفكس بتاع نيكس السيزون مرفوع علي��보� here frameshut guid för flash فانت حكمل الفكس بتاع الباتش بتاعك طبعا فكده يكون ورنكم طريقة التحميد seemed to try to التسبيق. قبل ان نركض طريقة التسبيق او التركيب طبعا لازم اشيبه يكون اللعبة عندك فيها البتش فقط والتحديث بتاعه. يعني ايه? انت لو محمل بتاعي الزر الرابع فهتمسحه لو محمل اي اضافة تانية فهتمسحها. طب ازاي همسحها? هخش على مرف الدون لود. وبعد كده همسح اي اضافة قدامي. اي اضافة قدامي همسحها بالوجه دي كده. اه زي ما انت شايفين المينة ابدت الزر الرابع هو فهمسحه انا مش محتاجه نهائيا خالص. والاوجه بالشكل انت شايفين دي كده همسحها بالوجه دي كده. خلاص مسحت الاوجه وكله تمام التمام. كده عندي بالتحديث الاول بتاعه زي ما انت شايفين قدامكم. كده ماشي. خلاص كده معانا بالتحديث بتاعه. لو انت عندك سيزن فهتمسح الاضافات اللي عليه. كده تمام كده تمام. بص يا معنى بقى. هنروح على طرق التركيب المينة ابديت. ماشي? اول حاجة المينة ابديت هو الفيكس بتاعه. هنروح اول حاجة عن المينة ابديت هنسبي الفيكس في بالاخر. هنروح على المينة ابديت ونقف عليك ونقوله كتير طبعا لو انت عندك برنامج اللغة العربية فتلاقي كلمة استخراج. ماشي. فهندوس على كلمة كتير. فيبدأ هنا يفك الضغط عن المينة ابديت. هنستنى وقت لما المينة ابديت يفك معانا و القط اللي تحت ده يوصل مية في مية و نرجع لك strategically خلاص كده خلص معنا ya شباب فك الضغط هندخل على الفولدر اللي استخرجه هل ل ملف القونامي هناخد ملف القونامي ده بالشكل أنت شايفوا ده كده وبعدك نروح على الملف اللي اسمه بشكل أنت شايفوا ده بعد كده يا شباب هندوس كليگين و هنقوله ببةっ بتشكل انت شايفو ده كده بعد كده يبدأ هنا يقول لنا هل عايزين تستبدلهم ملفات ف هنقولوا هوستبدل من tampيه مفيش اي مشاكل هابدأ هنا ينقل طبعا الوبشن فايل وهو الخاص بالانتقالات طبعا الوبشن فايل ده شباب اللي في الميني ابدت بتاع باتش بيس بروفشنال فقط بالتحديث الاول ماشي انما انت بقى لو عندك باتش نيك السيزن فهتحمل طبعا الفيكس و هتلاقي جواء الوبشن فايل ماشي خلاص كده نقلنا طبعا ملف الكونامي كده الانتقالات بقيت تمام هنخش على الملف اللي اسمه ميني ابدت تيم دقا طبعا اللي هو الاصدار الخامس وهناخد كل الملفات اللي جواء دي كده او كوت بالشكل انتو شايفو ده كده طبعا لو انت عندك بتش نيك السيزن فاخد كل الملفات معادة ملف بيس بروفشنال سيلكتور معادة الملف ده يعني اخد كل الملفات و معادة الملف ده لو انت عندك بتش نيك السيزن لما لو انت عندك بقى بتش بيس بروفشنال فهتاخد كله هتاخد كل الملفات الموجودة دي ماشي و هتروح على طبعا لعبة بيس 17 هتقول له بيست و هتقول له ريب ليس لو قالك استبدال طبعا بالشكل انتو شايفو ده كده نقل معنا وكله تمامك تماما نروح الى ادات التفعيل بتاعة اللعبة طبعا نشغل اول حاجة السيليكتور طبعا يا شبابا اسف لو وطعت عليكم الشرح طبعا يا شبابا نسيت اوريكم طريق تركيب الفيكس فالفيكس طريقته سهلها قوي وهي نفس طريق نقل الميني ابديت يعني هتفك عنه الضغط وهتنقل كل الملفات اللي جواه وطبعا هتفعله مع الميني ابديت وكل اسف يا شبابا على الغلطة دي يعني انا اسف غلطت يعني ناس كأنها مبتدئة بس اسف جدا 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 ويلا نكمل الشرح طبعا بعد ما تشغل زمان شايفونه قدامكم كده الادات السيليكتور فهتخلي السيدر على جنبي بالشكل ده كده اتروح على اخر القيار وهو القيار ده واتروح على دي بي فايل لست جنريتور طبعا اتروح على اللي هو القيار ده يعني فما تروحش على ال اوبشن فايل سيت اوب بما تدس عليها يعني الخيار ده كأنه مش موجود كأنك مش شايفه لو دست عليها هتلاقي الميني ابديت ما اشتغلش معاك فما تدس على دي نهاي ايد دس على دي بي فايل لست جنريتور وبعد كده يبدأ هنا يفتح معاك ادايات التفعيل طبعا شبابا نلاقي اضافة اسمها طبعا ميني ابديت تيم دجا في الاصدار الخامس طبعا هنضغط على ضغط واحدة وهنخلي دي بالوجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي كده وبعد كده نقوله جنريتور دي فلسا هنقوله لو اوكي واوكي بالشكل لانت شايفه ده كده وكده خلاص فعلنا الميني ابديت وهو اشاغل معنى تمام طبعا لو روحنا على اللي هو ماي طبعا كوتش دي فهنلاقي ايه اوة خيار معانا هو لو انت عايز موت شماريخ فهتلاقي بالوجه دي كده فلو عايز تفعله هتدوس ابلوي ماشي لو انت عايز شفا تفعل الشماريخ لو انت عايز لغيا تروح على الخيار اللي بعديه واتلاقي نوسموك وهي يعني نوشماريخ فتدوس على ابلاي وهي طبي معاك الشماريخ ماشي فخلاص كده دول اللي أنا ضيفهم طبعا الخيار اللي بعديه وهو ثلاث باكات ارضى اختار اللي يجيبك انا مسلا ده اول باك معنا ده تاني باك ودا تالت باك طبعا انا بحب الي هي الارضيات الاولى دي فهدوس ابلاي وهننتظر بلاغها دي كده لغاية لما يسبت معنا الارضيات طبعا الشباب بجيب لنا بالوقت دي كده هندوس على اوكي وخلاص كده هنشغل طبعا هنقفل اللوا السيكتور دي كده وهنشغل اللعبة من طبعا ايكون بي 17 طبعا ما تقفلش اللوا السايدر لو انت عايز الالفات اللي هي في الميناء ابدت تشتغل معك ما تقفلش السايدر تخليش أقل بالوقت دي كده وتشغل اللعبة بي 17 و هتلاقي الميناء ابدت تشغل معك تمام التمام كده يكونوا يا شباب شرحينا انتها ما تستش يعمل لايك وتشارك في القناة وادفع على زر جناز عشان يصل لكل فيديو جديد عشان نوصل لأ 4.000 في أسرع وقت وما تستش ياريت ياريت تعمل متابعة ولايك للجروب بتاعنا هتلاقي الرابط بتاعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته